تعرض دار الأوبرا المصرية بالقاهرة البالي الروسي الشهير كسرة البندق والذي تقدمه فرقة بالي أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي يعتبر العرض أيقونة البهجة خلال احتفالات السنة الميلادية وأعياد الكريسمس حيث يتم عرضه في تلك الأثناء كل عام منذ عام 1993 وسط أحداث ساحرة ورقصات متنوعة كان جمهور البالي مع سهرة فنية لعرض بالي كسرة البندق للمؤلف الموسيقي الروسي تشايكوفاسكي والذي قدمته فرقة بالي أوبرا القاهرة بمصاحبة أركسترا أوبرا القاهرة على المصرح الكبير بدار الأوبرا المصرية احتفالا بأعياد الكريسمس باعتبار أن هذا العرض أحد أهم الأعمال الكلاسيكية الأكثر ارتباطا بالشتاء وأعياد الميلاد هو عرض بيتعرض في العالم كله في الوقت ده كسرة البندق قصتها بتتعامل في وقت الكريسمس ونيوير وهي طبعا قصة أنا هتكلم بقى موسيقيا تشايكوفاسكي من أعظم المؤلفين اللي كتبوا موسيقى في العصر الرومانتيكي وهو عامل موسيقى محببة جدا لشعوب كلها وبالذات بقى للمصريين تميز عرض كسرة البندق بقدرته على حمل رسائل حضرية عديدة من المحبة والعدالة وتبادل الهدايا باستخدام عناصر إبهار فنية من ديكورات وملابس وأزياء وموسيقى حافظت عليها فرقة بالي أوبر القاهرة خلال تقديمها للعرض حفاظا على طابعه الكلاسيكي الذي قدمته لأول مرة على هذا المصرح عام 1993 ليقام هذا الاحتفال في ديسمبر من كل عام فرحا واستقبالا للعام الجديد موسيقى 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 موسيقى